ماذا قال داود هنا شاول ويونسان المحبوبان بصل حتة ان ناس كتير حبتهم وناس كتير شفتهم ناس حلوة والحلوان في حياتهما لم يفترق في موتهما ومدح انهم اقوياء ومدح كمان انهم عندهم السرعة اذا كان الاسد يتكلم عن القوة والهيبة فالنسل يتكلم عن السرعة برغم وجود حواجز لاني النسر بيعلى فوق الجبل فالجبل ما يعطلش النسر فهنا اخف من النصور او اصرع من النصور وده باين لما تدرس حياة الاتنين هتلاقي ازاي كانوا بيتصرفوا بسرعة في نجدة الشعب يعني عايز شاول يساعد ناس كان بتحرك بسرعة داود عايز يساعد ناس يونسان عايز كان يتحرك بسرعة له قوة الاسد ولو سرعة النسر نغمض عينينا كده ونعلن ايماننا اننا زي ما بيقول الكتاب لا نكون متكاسلين غير متكاسلين لان عكس السرعة الراحة عايز اكتبه سريح في الخدمة ما نضيحش وقت وسريح في مساعدة الاخرين تحرك بسرعة كده لاني جواك حماس من الرب وجاي الاجتماع كده متلاحف انك تسمع الكلمة وشاء عندك سرعة تقول انا باسم الرب يسوع اسد قوي وباسم الرب يسوع انا نسر سريع واشرح موضوع السرعة ده اعمل مقارنة بين شخصيتين حادثة توريك يعني ايه تبه سريع ويعني ايه تعمل امورك الروحية بناشاط وحماس وحرارة روحية زي كتاب شباب واحد بيجري في سبق لما واحد بيجري عايز يوصل للنهاية بسرعة عشان ياخد الجايزة الرب عايزك في الامور الروحية تبه كده مااش عليك حاجة في الخدمة تعملها وتأجل يوم اتنين تلاتة ايه ده 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 مش الروح القدس انت بتشوف الناس اللي العادية اللي في الاندية عايزة تلعب بناشاط بحماس بتتمرن بتروح التمرين في المعاد تصحى بدري ودي امور ارضية الكتاب يقولك الرياضة الجسدية نافعة لكن لي ايه لقليل لكن الحياة مع الرب الطقوة نافعة لحاجات كتيرة قوي لكل شيء خد من الرب الحماس للخدمة باسم الرب يسوع تبقى بتتفق انت واحد تعملو ابتماع الصلاة وفين بقى لما تعملوه حماس يكسر الاعقاد انطلاق في مخك انك انت تزور واحد الرب شغلك بيه قديلك قدي ايه شغلك الرب بالشخص ده ولم تقم بزيارتي الى الان رب عايزك كان نسر سريع في اتمام الامور اللي الرب عايزك تعملها يقول الرب مسقلك انك تعمل اجتماع صغير كده درس كتاب لمجموعة تعرفة وانت تأجل 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 والشيطان يبعط لك حاجات عشان تأجل باسم الرب يسوع تشدد تشجع وقول كده اله الاله العظيم العطى شاول وابنه ونسان السرعة لمساعدة الشعب يعطيني انا ايضا السرعة المطلوبة يقول الرب شغلك انك تنهي مشكلة عائلية وانت تأجل 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 يقول الرب شغلك انك تدي فلوس لشخص فقير شغلك الرب شغني من اسبوعين ثلاثة وعملت ايه لماذا الروح القدس يعطيك ان تكون سريعا 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 حد انت دايته سريعا يقولك سيب كل حاجة وروح اصطلح معاه ما انت اللي دايته ما انت اللي ازيته بطيع بسرعة لا تؤجل لا تؤجل لأن التأجيل والتكاسل من اسلحة الشيطان التي يستخدمها لإزائنا وده واضح تماما لما تقرأ سفر الامثال هقول قصة تشرح السرعة في سفر التكوين يا رب نشكرك لا تنسى ان روت كان مؤمنا جسديا عشان كده سمى الكتاب البار البار بسبب ايمانه وليس البار بسبب اعماله هو بقي بار بسبب انه امن ولكنه لم يصر بار امام الناس بسبب اعماله المؤمن كده بار امام الله بسبب القلب ايمان القلبي امنت بالرب يسوع فصرت بارا امام الله لكن عشان أبقى شاهد للرب وبمؤثر في الناس بأعمالي بابار امام الناس ففي نوعين بابار امام الله ده الرب يشوف القلب الناس مش هشوفوا القلب بتاعك إنما الناس هشوفوا صمر الإيمان بتاعك الأعمال بتاعتك فيها انانية ولا فيها محبة فيها خبس ولقم ولا فيها وضوح وصراحة فيها ايه فيها عداوة ولا فيها تضحية المؤمن الروحي بار بالإيمان وبالأعمال بار امام الله بالإيمان وبار امام الناس بالأعمال وده إبراهيم وتحدثت رسالة عن النبار بالإيمان أمام الله ده رسالة روميا والنبار أمام الناس بأعماله ده رسالة يعقوب الشخصية الثانية القريبة كان ابن أخوه وطلع معاه ومش معاه وانتقل معاه من مكان إلى مكان بعدين جيها في حتة وساب إبراهيم زي ما كلنا نعرف هو لوط اللي كان بس بار أمام الله بإيمانه ولم يكن بار أمام الناس وأعماله لأنه راح عاش في حتة غلط واشترك معاهم وكان بيتخذ بيدخل في اتخاذ قرارات معاهم هي مدينة كلها تحت سيطرة الشيطان مدينة سادون إيه الفرق بين الاتنين أفكركم بالجزء ده حلو إن إحنا نفتكر مع بعض ما تقوله الكلمة الكلمة لا تقدم أبداً كلمة عمراء ما تبقى طعام لو إحنا بنؤمن بالروح القدس عمراء ما تبقى طعام بايت ده كلمة دائماً زي فكهة مقطوعة من الشجرة تصجع زي طعام يدوبك معمول لذيذ جميل مؤثر مفيد مفوش حاجة مضرة طعام لما تسيبه كذا يوم هيبه فيه بكتيريا هيبه يتحول من حاجة كويسة الحاجة ده اللي بيحصل للمؤمن لما يفقد اتصاله بالرب شوية أيام يبان على طول هو نفسه بشايف نفسه ولما تشوف نفسك كده كنت وبعدين في مدة كده بقيت ايه ده دمشانة أعرف انك انت بقيت طعام ني بايت طعام فيه بكتيريا مضرة عليك انك ترجع للرب عشان يشيل الحاجات دي ويرجع لك الحرارة الروحية والرب بيقولك انت قعدت معه فلان ساعات طويلة وده شخص مش بيتكلم غير في أمور العالم والمساير الحكماء يصير حكيماً انت ما عدتش مع ناس حكماء بالكلمة انت رفيق الجوحال انت عدت وقت طويل قوي مع ناس تجعل الكلمة وتجعل الحق وتجعل امور السماء والكتاب يقول رفيق الجوحال يضر ويضل باسم الرب يسوع نكون دائماً نساير نمشي مع الحكماء بالروح لما ابراهيم في أصحاح 18 يقولك رفع عيني ونظر وإذا ثلاثة رجال وقفونا لدي الروح بقى حركوا دول مش عاديين دول مش ضيوف عادية اللي جايين الوقت دول والروح يخليك تختبر ده لديم تصدق ان الروح بيقود وان الروح بيرشد وان الروح يديلك راحة انك تعمل حاجات وما يديكش راحة انك تعمل حاجات تانية ودائماً لو انت عايش مع الرب احترم اللي بتحسه من الرب لو حاسس بحاجة مش مريحة ما تعملهاش وممكن واحد يقولي ممكن اكون انا مش الروح صلي اقعد مع الرب وقت اخر تعال احضر اكتباع لو اتظلت عدم الراحة موجودة في داخلك لا تتحرك لان الروح يقود المؤمن ده امتياز الروح يقود اني يخليني اعمل حاجات ويمنعني ان انا اعمل حاجات رغم ان انا لما اعملتاش الناس تنتقدني لكن لازم بخاضع للروح ابناء الله ينقادون بروح الله لما داود شافت تلاتة دول حس جوان دول تلاتة مش عاديين دول مش جايين يسرقوه دول مش جايين يخدعوه دول جايين يبركوه فيقول الكتاب فلما نظر ركض ركض يعني جري اسرع من النصور او اخف هادي الحركة السريعة جري جوا اشتياء انه يتكلم معاهم زي واحد كده مش تاء انه يحضر اجتباع تقيه مهتم ومضبر وخطط ومش سايب الامور للظروف حدا يفوت عليه ممكن ما يتقق حايز عنده جوع حقيقي جوع رائع جعان عايز الرب يتكلمه عايز يده بس بكلمة من الرب واذا سلاسة رجال واقفون لديه لما نظر الراقض لاستقباله جري يبا اذا كلمة عايزانا نجري لاستقبال البركة نجري لسماع ارشاد من الرب لا تباطق نجري عشان نخدم الرب نجري و باسم الرب يسوع عوامل اللي بتخلينا نكسل تنتهي من حياتنا اذا سلاسة رجال لما نظر الراقضة جري لاستقبالهم من باب الخيمة وبعدين مش بس جري هنا لكن بفكركم كمان بكمالة القصة أسرع إبراهيم إلى الخيمة عشان يعمل لهم أكل ثم راقض يبقى أسرع دي في آية ستة ثم راقض إبراهيم إلى الحظيرة لفيها البقر وخد منها عجل ودبحوا عشان يرحب بهؤلاء السلاسة هل كان مجبر أن يعمل كده؟ لا ده الروح الروح يخليك تعمل حاجات ما بتتعملش في الأوقات العادية عند الناس ده المؤمن الروحي يبقى عندنا ثلاث مرات يتقال عليه أنه جري أسرع راقض جري عشان يسابلهم وأسرع ورقض علشان يعد لهم الطعام عشان يسرح حبه يعني اسرع يعني تشوف الأخت العازر كده عارفة الروح برضو أنه ما فيش وقت لازم تسرع لازم تسرع بسرعة وتسكب الطيب في المناسبة دي وإلا مش يبقى عندها فرصة تانية استجابت لعمل الروح فأسرعت بقوة الروح ونجحت في أنها تسكب تكسر القرورة اللي حطت فيها الطيب الغالي ده على رأس وقدمي الرب بعد ما التلاتة دول كلموا مع إبراهيم والتلاتة دول طلعوا أنهم الرب وملكين فالملكين راحوا سدوم كان ألود جالسا في باب سدوم زي ما بس في فرق زي ما إبراهيم كان جالس في باب الخيمة ده جالس في باب الخيمة اللي خاتها من إيد الرب واللي بتتنقل اللي بتتنقل بيها ويتحرط بالرب ده براهيم ده ما ده قاعد في باب سدوم باب المدينة اللي مليانة نجاسة فلما رأاهما لوط الرب برضو عطالوا إشارة دولها مش اتنين عاديين قاما لاستقبالهما في فرق واحد جري واحد قام ولما عمل لهم أكر قال الكتاب صنع لهما ضيافة وخبز فطيرا ده ما مقاش الكتاب عنه نجري وراح جاب عجله ودبحه وعا أسرع ده الفرق ببساطة بين قصة بتوريلك الفرق في نفس المناسبة في نفس التوقيت راحوا عند واحد جري عليهم وتحرك بحماس وراح عند واحد تاني عمل الواجب واجب كتير بتبقى أمورنا الروحية ناس بتعمل واجبات وممكن يبقى بتعمل الواجب خايف خايف إنك تضر بس العلاقة مع الرب مش كده العلاقة مع الرب محبة تخليك مش مقيد مش بتعمل ده عشان واجب عليك مش بتعمل ده عشان كلفوك تيجي ترطب المكان قبل الناس ما تيجي لا انت جاي بحماس عايز تعمل حاجة للرب اللي مات عشانك عايز تخدمه بأي طريقة مش هامك ده خدمة صغيرة ولا خدمة كبيرة ولا خدمة الناس تمدحك فيها ولا خدمة الناس تفهمك فيها غلط مش ده اللي شغلك اللي شغلك إنك تقول للرب أنا بحبك الحب هو الذي يجعلك تتحرك أخفي من النصر في أمورك مع الرب غمد عينك كده وأقولي يا رب أشكرك لأنك تريدني قويا كالأسد وتريدني سريعا سريعا كالنصر يا رب تريدني أن أكون قويا بالروح قدس والكلمة وبحماية الدم وتريدني أن أكون مرعبا لمملكة إبليس كالأسد أشكرك وأشكرك لأنك تريدني أن أكون سريعا في أموري الروحية مليان حماس من الروح لو أنت خادم بتخدم الرب طالب الرب أن يديك حماس أكتر من أي وقت مضى لا عندك حماس بقى عايز أصحى بدريع عشان تعرف تاخد خلوة وعايز تقرأ في الكتاب وعايز الرب يكلمك بآية حماس حماس مش من الطبيعة الأديمة لأن أي حماس وراء طاقة نفسانية هيضعف مع الوقت مش هيعيش إنما الحماس الذي يزداد يوما وراء يوم هو الحماس والسرعة التي يعطيها الروح القدس وإحنا مغمضين عينينا كده نقول يا رب شيل من جوانا المرارة عشان لما نتكلم عن أي حد لا نتكلم عن عيوبه لأن ما تتكلم عن عيوب شخص أنت بتنم والنميمة خطيئة لا نتكلم عن عيوب الأشخاص إنما كل شخص عنده حاجات كويسة حينما تتحدث عن أشخاص الرب يديك إنك تبقى أمين ما بتكذبش لكن فيهم حاجات كويسة تتحدث عنها يا رب نشكرك لأنك تنقي ألسنتنا من كلام النميمة زي ما بتنقي ألسنتنا من كل كلمات محبطة للآخرين وكل كلمات فيها نوع من التزمر يا رب أملى لسنتنا بكلام الحب الذي يفيد الذي يبنيه لا للمرارة تجاه الآخرين ولا لكلمات النميمة نعم للمحبة القلبية اللي في القلب تجاه حتى الأعداء وصل كده من قلبك وقول له يا رب أعطيني أن أكون أخف من النصور وأشد من الأسود